السلام عليكم. ازاي كي سنة تلتة عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله الدرس بتاعنا هنتكلم فيه عن كيفية كتابة لافتة مصورة. ازاي نقدر نكتب لافتة. بس قبل ما نتعرف على كتابة اللافتة هنتعرف شوية على بعض القواعد والتراكيب اللي هنستخدمها في كتابة اللافتة. عندنا الفعل الامر هو الفعل الاساسي اللي احنا هنستخدمه في كتابة اللافتة. قبل ما بشرح الفعل الامر يا سنة تلتة عايزة كده حد من الشطار الحلوين يقولولي ايه هي انواع الفعل. انواع الفعل سلاسة. فعل ماضي. فعل مضارع. فعل امر. دي الحاجات الافعال. التلت افعال اللي احنا اخذينهم السنوات السابقة. طيب لما اجي اتكلم عن الفعل الماضي. يعني ايه فعل ماضي؟ الفعل الماضي هو ما يدل على حدوث عمل في الزمن الماضي قبل زمن التكلم. يبقى الفعل الماضي معناه ايه؟ معناه حاجة حصلت وانتهت. ما عددش موجودة. فعل احنا امنا وعملناه. طيب مثلة خراجة كراءة كتابة. كل دي بنسميها افعال ايه؟ سنة تلتة بنسميها افعال ماضية. خراجة كراءة كتابة. حاجة حدست وانتهت. نروح لتاني فعل عندي وهو الفعل المضارع. يعني ايه فعل مضارع؟ الفعل المضارع هو ما يدل على حدوث عمل في الزمن الحاضر او المستقبل. فعل انا لسه بعمله. حاجة لسه بتحصل او هتحصل كمان شوية. ده بنسميه فعل مضارع. زي عندي يلعبوا يأكلوا يلونوا. كل دي بنسميها افعال نوعها ايه؟ افعال مضارع. ان حاجة ما زالت بتحدث او ممكن تحدث كمان شوية. فنوع الفعل هنا يكون فعل مضارع. طيب عندي كمان الفعل المضارع بيميز بحرف المضارع اللي في الاول. فاكريني يا سنة تالتة ايه هي حروف المضارع؟ برافو علينا. حروف كلمة انايتو. اي حرف من حروف كلمة انايتو. لو بدأ به الفعل يبال فعل ده نوع ايه؟ مضارع. نروح للفعل الاساسي بتاعنا وهو الفعل الامر. فعل الامر معنى ايه؟ يعني ايه فعل امر؟ الفعل الامر معنى يا سنة تالتة هو كلمة بنطلب بها من المخاطب القيام بامر ما. انا بطلب من شخص انه هو يقوم بعملا ما. بكلفه بعملا ما. يبال فعل الامر هو كلمة نطلب بها من المخاطب انه هو يقوم بحاجة بكلفه بعمل حاجة معينة. طيب نشوف كده امثلة على الفعل الامر. احنا شايفين عندنا في الصورة ولد بيعمل ايه؟ بيصلي. طيب ايه رأيك؟ انا عايزك تؤمره انه هو يحافظ على الصلاة بتاعته. هتقوله ايه؟ حافظ على صلاتك. هتقوله ايه؟ حافظ على صلاتك. يبنى كده امرته. خلي بالك هنا انه عندي الفعل حافظ. نوعه ايه؟ نوعه امر. ناخد كمان مثال يا سنة تالتة. شايفين هنا في الصورة الولد ده راح فين؟ الولد رايح المدرسة. اؤمره. هتقوله ايه؟ انا عايز هنا تحط الجملة تؤمره بيها. احضر الى المدرسة مبكرا. طيب فين الفعل اللي موجود عندي هنا في الجملة اللي بيدل انه هو فعل امر؟ كلمة احضر. يبه هنا انا بأمر الولد انه هو يذهب الى المدرسة مبكرا. طيب نقرأ الجمل دي مع بعض كده. حافظ على صلاتك. اكتب درسك. احضر الى المدرسة مبكرا. ملاحظين ايه يا سنة تالتة؟ انا ملاحظة يا ميس كلمة حافظ فعل امر برافو عليك. حد تاني ملاحظ حاجة تانية اكتب فعل ايه؟ امر برافو علينا. اخضر ده فعل ايه؟ فعل امر. طب منتوش ملاحظين حاجة يا سنة تالتة كمان موجودة في الافعال دي بتميزها؟ شطرين برافو عليكو. لاحظتوا ايه؟ لاحظنا ان في اخر الفعل حطينا ايه؟ حطينا علامة السكون. يبا هنا بنقول ان الفعل الامر بتكون العلامة اللي بتيجي في الاخر هي علامة السكون. بسكن الفعل حافظ اكتب احضر. بكده يا سنة تالتة نكون عارفنا وراجعنا مع بعض على انواع الافعال وخاصينا بالذكر الفعل الامر وعرفنا ان الفعل الامر ان انا بطلب من شخص ان هو يكون بفعل شيئا ما. طيب يا طرأ انا هستفيد من الفعل الامر في اللافتة ايه وطبعا اللافتة بتاعتي انا هستفيد بها بحاجتين بالفعل الامر وباسلوب النهي اللي احنا اخدناه قبل كده. طيب ما تفكروني كده يا سنة تالتة هي واسلوب النهي كان بيتكون من ايه؟ برافو علينا كان بيتكون من ادات النهي لا وزائد الفعل المضارع. طيب احنا اخدنا اللافتة السنة اللي فاتت يا شطار يعني ايه لافتة؟ الكافتة معناها ايه؟ واحدة هتقولي اللافتة يا ميس انا بعلقها في مكان بارز توضع في اطار كلمات بحطها جوه في اطار وبحطها فين في مكان بارز. ليه؟ ايه اهمية اللافتة؟ بتنبه الاخرين لشيء نافع او بتحذرهم من شيء ضار. يبقى اللافتة بيتم وضعها في مكان بارز. لماذا؟ لاما تحذر الاخرين من شيء ضار او بترشدهم الى شيء نافع. وزي ما انتوا شايفين كده يا سنة ثالثة احنا عندنا اللافتة محطوطة داخل اطار ودايما بضعها في مكان بارز. ده اللي احنا اخدناه السنة اللي فاتت. طيب ايه الجديدة عندي السنة دي؟ الجديدة عندي قال لي ان اللافتة بتاعتي هتقبع عبارة عن جملة بسيطة نعبر بها عن محتوى الصورة اللي امامنا. هيجيب لي صورة وهيقول لي اكتبي لافتة غير السنة اللي فاتت. السنة فاتت قلت انا بكتب مثلا اقولك ايه؟ اكتب لافتة عن القراءة اكتب لافتة عن النظافة. اما السنة دي هيجيب لي صورة والصورة دي هيقول لي اكتبي لي لافتة توضح مدلول الصورة. طيب هل انا عندي شروط علشان اكتب اللافتة بتاعتي؟ ايوة يا ميس طيب ايه هي الشروط بتاعتي؟ في شروط معينة يجب أن أتباحها في كتابة اللافتة أول شرط عندي لازم أستخدم إما فعل الأمر أو إلا الناهية يبقى أول حاجة في الشروط بتاعتي باستخدم الفعل الأمر أو لا الناهية لازم يقب خط جميل وواضح والإملة بتاعتي تقب صحيحة طبعا باستخدم علامات الترقيم لو هي جملة في الآخر بحط النقطة لو جملتين بحط الفصلة المنقطة طيب لو سؤال بحط علامة استفهام طيب لو تعجب بحط علامة التعجب يبقى الشروط اللي يجب اتباعها واحد أيوا سمع الشطر بيقول لي باستخدم يا مصر حاب فعل الأمر أولا الناهية اتنين لازم تكون الإملاء بتاعتي صحيحة تلاتة لازم أستخدم علامات الترقيم أربعة اللافتة يتم وضعها داخل إطار وباستخدم الكلمات المناسبة بجيب كلمات حلوة كده مناسبة للمضمون بتاع الصورة علشان أقدر أكتب اللافتة يبقى تاني الشروط التي يجب اتباعها عند كتابة لافتة سمع الشطر بيقول لي واحد يجب استخدام فعل الأمر أولا الناهية برافو علينا رقم اتنين خطي بجميل رقم تلاتة أستخدم علامات الترقيم رقم أربعة توضع اللافتة داخل إطار رقم خمسة أستخدم الكلمات المناسبة بتاعتي لللافتة بتاعتي طيب هنبدأ ناخد كده أمثلة أكتب لافتة مناسبة جايب لي صورة ايه ولد بيخسل ايده بالماء والصابون طيب أنا عايزة أكتب لافتة بس اللافتة بتاعتي لها شروط سمعوني كده الشروط ايه سنة تالتة الشروط بتاعتي واحد أستخدم فعل الأمر أو أستخدم ايه كمان لا أنا هي رقم اتنين هستخدم كلمات مناسبة تلاتة هدع اللافتة داخل إطار هستخدم علامات الترقيم الإملاء بتاعتي تيبة صحيحة لو أنا عملت كده تيبة اللافتة بتاعتي صحيحة طيب يا شطار في الصورة اللي قدامي احنا شايفين ولد بيخسل ايده بالماء والصابون من الشاطر اللي يقدر يؤمره لي في صيغة الأمر يجيب لي جملة كده في صيغة الأمر برافو علينا سمع الشطار بيقولولي اخسل يديك بالماء والصابون اخسل يديك بالماء والصابون برافو علينا طيب عندي بنت البنت هي وقفة برضو بتخسل ايدها بالماء والصابون ها سمع الشطار بيقولولي ايه؟ هنقول لها اخسلي يديك بالماء والصابون لاحظنا ايه عندنا هنا؟ لاحظنا ان انا استخدمت فعل الأمر لاحظت ان انا عندي في استخدام الجملة المؤنسة اللي انا حطيت في كلمة اخسلي زودت لها ايه؟ يا المخاطبة لان يا المخاطبة هنا زودتها مع المؤنس اخسلي يديك بالماء والصابون والاملاء بتاعتي صحيحة اه حطيت في الاخر علامة الترقيم طيب جايب لي صورة اكمل اللافتة الاتية مستخدما الكلمات التالية جايب لي كلمة كثيرا كلمة القراءة وجايب لي صورة الولد وهو بيقرأ اقرأ نقاط فان نقاط مفيدة صورة البنت اقرأي ومفيدة يبعا عندي هنا نقاط كثيرا فان القراءة نقاط نحل كده مع بعض يا سنة ثالثة برافو علينا اقرأ كثيرا فان القراءة مفيدة اقرأي كثيرا فان القراءة مفيدة يبعا كده اكملت اللي ناقص في اللافتة بتاعي طيب جايب لي هنا الصورة ه اكمل اللافتة الاتية مستخدما الكلمات التالية اغسل الفعل ده نوع فعل ايه؟ امر برافو يا شطار بالفرشاة صباح نقاط اسنانك نقاط والمعجون كل نقاط ومساء وخلي بالك انه حتطل الفصلة المنقوضة حتى لا تتسوس يبعا نقول هنا ايه؟ اغسل اسنانك بالفرشاة تيوى المعجون كل صباح ومساء حتى لا تتسوس نشوف الاجابة بتاعتي كده اغسل اسنانك بالفرشاة تيوى المعجون كل صباح ومساء حتى لا تتسوس لاحظت هنا ايه سنة تلتا لاحظت ان انا استخدمت فعل الام برافو علينا ويلحظت ايه كمان خطي كان جميل الاملة بتاعتي كان صحيحة استخدمت علامة الترقيم وحطيت اللافتة داخل ادار والكلمات بتاعتي كانت كلمات صحيحة طيب لو جاب لي البنت يا ترى هقول لها اغسل ولا هحط لها ايه في الاخر برافو هحط لها في الاخر الياء المخاطبة هقول لها اغسلي اسنانك بالفرشاة والمعجون كل صباح ومساء ليه حتى لا تتسوس طب نشوف الجملة بتاعت البنت استخدمت ايه؟ استخدمنا فعل الامر كان الخط بتاعي كان جميل استخدمت علامة الترقيم اللافتة بتاعتي داخل اطار واستخدمنا الكلمات المناسبة طيب حد يفكرني كده يا سنة ثالثة انا امتى كنت بحط علامة الترقيم الفصلة المنقوطة بحطها مع ذكر السبب بحطها مع ذكر السبب لما اجي اذكر السبب بحط الفصل المنقوطة يعني ايه يا مسأنا مش فهمة هفهمك لما يقول لي اخسلي اسنانك بالفرشاء والمعجونة كل صباح ومساء لماذا؟ ليه انا بخسل اسناني كل صباح ومساء ردت قلت حتى لا تتسوس يبا لما اجي اجاوب بحط الفصل المنقوطة ذكر السبب انا بخسل اسناني ليه؟ حتى لا تتسوس انا ذكرت سبب جسيل اسناني يبا ثانية سنة ثالثة احنا اللافتة بتاعتنا لازم يتوافر فيها شروط مهمة ايه هي الشروط؟ سمع الشطر نقرر كده مع بعض استخدام فعل الامر او لا الناهية يبا لازم استخدم فعل الامر او لا الناهية خطي لازم يقبى جميل والاملاء بتاعتي لازم يبا صحيحة كمان استخدمت ايه؟ استخدمت علامات الترقيم طيب اللافتة احطها كده في اي مكان؟ لا ده انا بحطها في اطار وبحطها في مكان بارس وكمان باستخدم الكلمات اللي بتناسبها بكده سنة ثالثة نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا يريد نكون كلنا عارفنا ازاي نقدر نكتب لافتة وازاي نقدر نوفر فيها الشروط المطلوبة في كتابة اللافتة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته